اشتركوا في القناة بين كييف وموسكو هي مش مستبعد ابدا ان تضغط الدول الاوروبية على رئيس الاوكراني زلينيسكي من اجل وقف الحرب وده نتيجة توجهات الادارة الامريكية الجديدة بقياد ترامب بوقف المساعدات العسكرية لحلف النيتو وانهاء الحرب في اوكرانيا بشكل فوري وعاجل صحيفة واشنطن بوست الامريكية قالت ان الدول الاوروبية تفكر حاليا في تبني خيار الارض مقابل السلام وذلك لانهاء الحرب في اوكرانيا علفاء اوكرانيا من الدول الاوروبية في حال التأهب لمفاوضات بين روسيا واوكرانيا هذه المفاوضات بحسب الصحيفة هتكون على اساس تقديم اوكرانيا لتنازلات عن الاراضي التي تقع تحت سيطرة الجانب الروسي في مقابل ضمان تحقيق السلام في اوكرانيا هي هناك قناع لدى الدول الاوروبية ان حرب اوكرانيا لن تنتهي الا من خلال مفاوضات سلام بين موسكو وكيف هذه المفاوضات تشمل تنازل اوكرانيا عن الاراضي التي اعلنت روسيا سيطرتها عليها منذ بداية الصراع. قوات الروسية تسيطر الان في الوقت الحالي على ما يقرب من عشرين في المية من مساحة اوكرانيا بما في ذلك منطقة دومباس وجزيرة الكرم التي ضمتها روسيا لاراضيها. مسؤول عسكري اكد ان ترسيم الحدود على الوضع الحالي يعني ان اوكرانيا سوف تتنازل على المساحة كبيرة من اراضيها الروسيا. صحيفة التايمز البريطانية قالت ان كييف قد تطور كنبلة نووية بدائية خلال اشهر اذا سحب ترامب الدعم العسكري عن اوكرانيا. جوزيب بوريل الممثل الاعلى الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كان له تصريحات مهمة جدا. بوريل اكد ان عودة دونالد ترامب تعني ان على الاوروبيين الاعتماد على انفسهم في حماية امنهم وما يعتمدوش على الولايات المتحدة الامريكية. بوريل اكد ان اوروبا لا تمتلك قدرة تعويد الاسلحة الامريكية في اوكرانيا. اكد بوريل كمان ان اوروبا ستواجه صعوبات كبيرة اذا خفضت ادارة ترامب مساعدات اوكرانيا العسكرية. ولو حضراتكم متابعين هللاقي تصريحات رئيس الاوكراني فولدامير زيلانسكي هللاقي ان زيلانسكي هاجم زعماء اوروبا اكتر من مرة. هي بعد انتشار مزاعم اوروبية بوجود قوات كوريا شمالية تقاتل بجانب روسيا في اوكرانيا هللاقي زيلانسكي كان منتظر رد فعل قوة من اوروبا بشأن هذا الامر. لكن الحقيقة الغرب لم يعلق على هذا الامر وده انتظارة لنتيجة الانتخابات الامريكية. لكن فوز ترامب قلب موازين اوروبا بشكل كبير واصبحت الحرب الروسية الاوكرانية على شفا النهاية ولكن كيف ستكون تلك النهاية? هل ستتنازل اوكرانيا عن الاراضي التي سيطرت عليها روسيا? ام سيكون هناك حلول اخرى على يد الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب? ده هنعرفه خلال الايام القادمة. من صالة تحريق اليوم السابع. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. كان معكم محمد جمال والى اللقاء.